مرحبا بكم في قناة عالم جديد اليوم سنكتشف معا عالما جديدا من الفرص الاقتصادية والمالية شبكة باي هي نظام مالي عالمي متكر يهدف الى تغيير طريق التفكيرنا في العملات الرقمية والاستثمار في هذا الفيديو سنناقش كيف يمكن لشبكة باي ان تغير حياتنا وتفتح فرص جديدة لنمو اقتصادي لا تنسى الاشتراك في قناة عالم جديد الحصول على محتوى مميز حول التكنولوجيا والمالية والاستثمار إذا كنت مهتما بمعرفة المزيد عن شبكة باي وفرصها تابع الفيديو حتى النهاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة مع فيديو جديد عايزك تتابع للاخر عشان تعرف فيه معلومات قيمة جدا عم مصير العملات اللي معاك السر وراء قيمة باي التعدين والمساهمة كيف يغير الزكاة الاصطناعي كواعد اللعبة ليه باي المعدن بس هو اللي ليه قيمة حقيقية في شبكة باي ولزا كالاصطناعي المدمج في بلوكتيشن باي يقدر يكتشف كل الحقائق هو أن باي المعدن بيعقص المساهمة الحقيقية في الشبكة مش مجرد تملك باي القيمة الحقيقية جاية من المشاركة مش من التوقع عشان كده باي المكتسب من خلال التعدين بيكون لقيمة إجماع عالمية جي سي فيه لأنه نادر وشفاف في أصله ومكتسب من خلال مساهمات عادلة وقابلة للتتبع في المقابل باي المحصل عليها من خلال وسائل خارجية أو غير معتمدة زي التبادل غير المصرح به أو توقع الربح ما كانتش بتعكس قيمة الإجماع عالمية وده لأنه بيعكس بس المبلغ المدفوع للحصول عليه وبيشتغل كمبادلة عملات أكثر منه مكافأة مكافأة قائمة على المساهمات الدكتور نوكولاس بوكاليس قال أن باي نادرة وسامينة وأن قيمتها الحقيقية بتبيني على الندرة والجهد المبزول بمرور الوقت عشان كده لو حد حصل على باي بشكل متكرر من خلال طرق أخرى غير التعديل فده ما بيحمل سقيمة الإجماع شبكة باي بتستخدم الزكاية الاصطناعي لتحديد الانتهاكات المحتملة أو نية المراجحة وبتتبع عنوين الـ ID وتوقعات الأجهزة وبتستخدم الزكاية الاصطناعي لتقييم ملفات تعريف السلوك عشان كده الشروط صراحة بتحذر الاستحواز القائم على الربح وده لحماية كل من الشبكة والمستخدمين من المسئوليات القانونية في ظل بيئة تنظيمية متطورة أخيرا لو تعاملت مع باي على أنه نادر وزو معنى وسهمت في نمو النظام البيئي فإن مكافأتك لن تقتصر على باي نفسها بل ما كان في مستقبل التمويل اللامركزي هنتكلم في أمور إذا تم الربط بينها فهي هتقود للسنتاجات الأمر الأول الصين طبعا نحن عارفين أنه عملت معاملات ما بينها وما بين دول أسيوية خارج نظام السوفت الأمريكي العالمي وبسرعة فائقة وصلت إلى سبع ثواني للمعاملة وده كله طبعا جاء بتسريحات وزير خارجي الروسي أن الصين وروسيا ودول في مجموعة البريكس قامت بعدد من المعاملات التجارية والمالية خارج نظام السوفت وده في حد ذاته يعتبر انقلاب على احتكار أمريكا للنظام المال العالمي واحتكارها بمرور جميع المعاملات المالية سابقا وللعلم نظام السوفت كان له دور في دعم تصيد المالي والاقتصاد الأمريكي والركابة بالإضافة إلى عوامل أخرى لا داعي ذكر اسمها ضمن هذا الفيديو الأمر الثاني هو أن الحكومة الأمريكية بتبحث بجدية عن دمج اقتصادها ضمن نظام مالي عالمي هو أن الحكومة الأمريكية بتبحث بجدية عن دمج اقتصادها ضمن نظام مالي نظام مالي بلوكشين مميز وفعال وسريع وإذ ما نظرنا إلى الواقع الرقمي للعملات الرقمية المشفرة نجد أن البيتكوين تعتبر مباسابة الزهب الرقمي ولكنها تفتقد لمزايا كثيرة بينما عملة الإسيريوم تعتبر بمثابة بلوكشين المميز والسرعة في إجراء المعاملات المالية لكن عملة الباي نتورك ونظامها هو النظام الأوسع البلوكشين مميز وسرعة فائقة في أداء سرعة المعاملات المالية والتجارية عالمية بسرعة تفوق الجميع جدا تصل إلى خمس ثواني للمعاملة بالإضافة إلى الويب سري ونظام بيئي متكامل نهيك عن مجتمع بشري كبير في جميع أنحاء العالم الأمر الثالث أن هناك اندماج يتم بين الباي والإسيريوم ويتم بهدوء وهذا يبدو أنه ليس من قبيل الصدفة أن استمرار لخطة دمج مزايا شبكة باي مع مزايا وإمكانات الإسيريوم ما يعني أنه سينتج عنه نظام متكامل يجمع مزايا الباي ومزايا الإسيريوم ولذلك لا عجب إذا عرفنا أنه في المؤتمر القادم بتورينتو كندا 2025 سيكون هناك مشاركين باسم الباي ومشاركين باسم الإسيريوم ولا يستبعد أن يتم إعلان نظام مالي مندمج وشبكة باي عالمية موحدة للتبادلات المالية والتجارية الدولية عند ربط الأمور السابقة مع بعضها لا تستبعد أيضا أن يكون النظام المالي العالمي والشبكة المالية العالمية ذات البلوكشين المميز والسريع والويب سري واللا مركزي هو ما قد تتبناه الحكومات الأمريكية ومجموعة البريكس أو أن يكون هو النظام المالي الدولي الذي قد تتفق عليه الأطراف الدولية للمعاملات المالية والتجارية الدولية وقد يكون الصقف مرفوع لمناقشة نظام البلوكشين ومزايا مع النظام المالي IS 2022 الذي أعلن عنه سابقا لتمكن من المنافسة العالمية والتسايد مرة أخرى في نظام IS 2022 كبديل نظام الحالي والذي تستخدمه العديد من الأنظمة حاليا شكرا لكم على مشاهدة هذا الفيديو أو لشبكة باي وفرصها المحتملة نأمل أن تكونوا قد استفدتم من المعلومات التي قدمناها إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناة عالم جديد وتفعيل زر الجرس لتلقي أحدث الفيديوهات كما نرحب بتعليقاتكم وأرأكم حول شبكة باي وفرصها إذا كنتم مهتمين بمعرفة المزيد عن التكنولوجيا والمالية والاستثمار يمكنكم مشاهدة فيديوهاتنا الأخرى على قناة عالم جديد وداعا ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة في المرات القادمة شكرا لكم